يقول وعاني من مرض الباركنسون الباركنسون واخذ دواء كل ست ساعات هل اصوم رمضان وهل هذا من الامراض المزمنة اما بالنسبة لهذا المرض فانا والله لست طبيبا فلا اعرف هذا المرض وليس من الامراض المشهورة فاكون عندي معلومات عنه ولا ادري هل هو مرض مزمنة لكن عموما اذا كان المرض يدعوك الى اخذ العلاج كل ست ساعات ولو اخرت العلاجة لا اصابك ضرر في مثل هذا الحال تفطر فان استطعت ان تقضي بعد رمضان فاقضي اذا لم تستطع ان تقضي بان يكون العلاج يوميا فيلزمك ان تدعم كل يوم مسكين لان مرضك لا يرجى برؤه ويمكن سؤال الطبيب في ذلك واسأل الله تعالى ان يشفيك وان يعافيك